موسيقى سنجده قد نقص ثلاثة سنتيمترات مثلا ولكننا لو أخذنا هذا الكوب وسكبنا ما فيه من ماء على أرض الحجرة وعدنا بعد الساعة إلى وجدنا الماء قد تبخر والأرض جفت إن كل ما حدث هو أننا جعلنا سطح الماء المسكوب من الكوب أسهل لعملية البخر في حين كان وجوده في الكوب أقل سهولة لعملية البخر وعندما أخذنا الماء من الكوب وسكبناه على أرض الحجرة أصبح السطح المتعرض للبخر أكثر اتساعا فتمت عملية البخر في مدة قسيرة جدا الله سبحانه وتعالى شاء بحكمته أن تكون مسطحة المياه أربعة أخماس مساحة الأرض حتى يتم البخر بسهولة ويسعد ويسعد بخار الماء إلى طبقات الجو العليا وشاءت حكمته أيضا أن يسعد بخار الماء إلى السماء وحده تاركا الملح والشوائب الموجودة في مياه البحار والمحيطات ثم ينزل على الأرض فنشرب منه وما نشربه يخرجه معظمه مرة أخرى ولا يحتفظ الجسد منه إلا بكمية محدودة ونسقي زرعنا ما يأخذه الزرع من الماء يكون في الثمر وما يتركه يتبخر ثم يحدث المطر أنهارا وعيونا وآبارا يشرب منها الإنسان والدواب وما يشربونه يعيدونه مرة أخرى وما يحتفظون به في أجسادهم يتم التخلص منه بعد الوفاة يتبخر ويعود مرة أخرى إلى أصله وهكذا تتم دورة الماء وتتكرر ما بقيت الحياة إلى أن يأتي أمر الله بانتهائها والماء رزق لأن الرزق كما قلنا هو ما ينتفع به هو رزق للدنيا كلها للمؤمن وغير المؤمن للبر والفاجر للصالح والطالح والإنسان لم يفعل شيئا في تاريخ طويل من أجل إيجاد الماء ولن يستطيع كلما استطاع الإنسان أن يفعله وأنه استثمر عطاءات الله له من عقل وطاقة وإمكانيات ليرتقي بوسائل الحياة كنا في الماضي إذا أردنا أن نشرب نذهب إلى البئر أو إلى النهر لإحضار الماء أو كنا نخرج الماء بطريق الدلو ونضعه في القرب ونحمله إلى البيوت فهدى الله سبحانه وتعالى العقل البشري ليجعل للماء خزانات ويضعها في أماكن مرتفعة ثم يملأها بالماء بواسطة ماكينات رافعة ويصلها بمواسير تحملها إلى البيوت الارتقاء الذي حدث هو أننا بدل أن نذهب إلى البئر أو النار لجلب الماء أصبح الإنسان يفتح صنبور الماء في بيته فيجد الماء بجواره دون أن ينتقله إلى الماء طبعا يتم تطهير الماء وتنقيته من الشوائب وفي أماكن أخرى يتم تقطيره وتعبئته في الزجاجات وفي الحر يوضع الماء في المبردات ليتناوله الإنسان مثلجا هذا هو طرف الحياة الذي وفره العلم للإنسان لكن هل أعطى العلم للإنسان أساسيات الحياة من ماء وهواء هل استطاع العلماء أن ينشئوا نهرا في صحراء جرداء لتتم زرعتها وتعميرها أو أن يجعل السحاب في زمن معين يأتي إلى مكان معين وينزل فيه فأصبح نهرا صناعيا يمتلئ بالماء طوال العام لم يحدث هذا مهمة العلم طرف الحياة إن ضروريات الحياة خلق الله سبحانه وتعالى في الكون وكل ما استطاع العلم أن يفعله هو أنه وفر للإنسان طرف الحياة فقط دون ضرورياتها ليس ذلك فحسب ولكن في كل أبواب الرزق في الدنيا لا يصل ولا يرقى إلى أساسيات الحياة خذ الخشب مثلا هو الرزق لأنه يمتفع به إذا سألت النجار من أين جاء بالخشب قال من التاجر والتاجر قال من السويد والمصدر في السويد يقول من الغابة من أين جاءت أشجار هذه الغابة من شتلات أخذت من الأشجار التي قبلها ومن أين جاءت الأشجار التي قبلها من شتلات أخذت من الأشجار التي قبلها وهكذا حتى نصل إلى بداية الكون عندما لم تكن هناك شجرة قبلها من أين جاءت الشجرة الأولى البداية التي لم يكن قبلها شيء كانت خلقا مباشرا من الله من أين جاءت التفاحة الأولى التي لم يكن قبلها شجرة تفاح خلقت خلقا مباشرا من الله كذلك الخضر والفاكهة وكل رزق في هذا الكون كانت بدايته خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى جاء من السماء ثم بعد ذلك استطاع الإنسان بالعلم الذي علمه الله له أن يجعل الشجرة تنتج تمارا أكثر أو يجعل حجم الثمرة أكبر إلى غير ذلك مما نشهده الآن فيما يسمونه الثورة الزراعية كلها عمليات رفاهية لا أكثر ولا أقل يتعطيك بإذن الله طعما أجمل أو لون أحلى أو الثمرا أكبر ولكن هل هي التي جاءت بالبداية؟ هل هي التي أوجدت؟ طبعا لا العلم لم يوجد شيئا لم يخلق شيئا من عدم ولكنه ارتقى بالمخلوق الموجود أصلا بقدرة الله والموجد من عدم هو الله سبحانه وتعالى وحده وهو الذي أعطى للعقل البشري من العلم والحكمة ما جعله يوجد أشياء من موجود وليست من عدم الرزق كله من الله إن الأصل في الرزق هو من الله وكل ما نراه الآن من طرف الحضارة وعمل العقل البشري إنما هو ضوء ثانوي لم يوجد شيئا من عدم ولم يخرق شيئا جديدا وإنما أدخل الرفاهية في حياة البشر فإذا أردت ترفى الرزق فالطريق إلى ذلك هو العقل يعمل في الكون فيعطيك الله من طموحات العقل ما يجعل حياتك أكثر يسرا وسهولا لقد وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض كل شيء يمكن أن ينتفع به الإنسان إلى يوم القيامة إن الإنسان حينما يأكل الطعام يأخذ الجسم من حاجته منه ثم بعد ذلك تخرج الفضلات وتعود إلى الأرض من جديد بل إن الإنسان نفسه يموت ويتحلل ويعود جسده إلى الأرض التي خلقه الله منها أي أن عناصر الجسد تعود إلى عناصر الأرض التي خلقها الله منها مرة أخرى لتبدأ دور ثاني في الحياة لإنسان جديد ثم يموت وتتحلل عناصره وتبدأ دور ثالث وهكذا ولو نظرنا إلى الماء نجد أن الله سبحانه وتعالى قدر في الأرض الماء الذي يلزمها من وقت خلقها إلى أن تقوم الساحة إننا نشرب ونروي زرعانا ونستبقي حياتنا والجسد فيه كمية محددة من الماء لا تزيد ولا تنتقس فالماء الذي شربته في حياتي هو الموجود في جسدي منذ عشر سنوات وبعد عشرين سنة وإلى أن أموت الكمية لا تزيد وكل ما يدخل يخرج كفضلات وحتى تلكمية التي هي في جسدي لا أحتفظ بها بل تعود إلى الأرض حينما تنتهي دورة حياتي لتبدأ دورة جديدة فالله سبحانه وتعالى يقول وقدر فيها أقواتها هو كلام محكم يستند على علم دقيق لا يعلمه إلا الخالق سبحانه وتعالى ومن العجيب أنه حينما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الأقوات في قوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الجبال وأقوات البشر إن تقدير الأقوات كما يروي لنا القرآن الكريم جاء بعد خلق الجبال وهذه الجبال الصمة التي نرها أمامنا فيها مخازن أقوات البشر إلى يوم القيامة الذي يحدث أن عوامل التعريق تأتي فتشقق الجبل ثم ينزل المطر فيحمل معه المواد الخصبة التي تشققت ويأخذها إلى الوادي هذه المواد التي تقوم الأمطار بنحتها من سفوح الجبال نسميها الغرين أو الطين المخصب وهو يحتوي على كل العناصر اللازمة لخصوبة الأرض بحيث لا تفقد الأرض خصوبتها إلى يوم القيامة في كل عام يحمل إليها المطر من سفوح الجبال المادة التي تجدد خصوبتها ويأتي العام الذي بعدها بكمية أخرى من نفس المادة التي تجدد خصوبتها وهذه المادة هي التي تعطي للزرع ما يحتاجه من عناصر لينمو ويشد عوده ويجعل إنتاج الأرض يتزايد عاما بعد آخر هذه هي الأقوات التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الجبال والتي يأتي المطر ليأخذ منها عاما بعد عام جزءا على قدر رزق هذا العام وتحملها الأمطار إلى مياه الأنهار التي يحملها إلى الأرض المزروعة لتعطينا خاصية استمرار الدورة الزراعية وهذا كله رزق ورزق من السماء ولولا هذه المواد الخصبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا في الجبال لفقدت الأرض خصوبتها بعد فترة من الزمن ولم تعد تعطينا شيئا ولها لك الحرث والنسل وبإجمال نقول هناك رزق وهناك كسب وهناك عمل كل منها يختلف عن الآخر وإن الله سبحانه وتعالى أقسم على أن الرزق من السماء وأنه بيده وحده ذلك حتى لا نخشى إلا الله ولا نطيع عاصيا أو طاغيا أو ننصر ظالما خوفا على رزقنا أقسم الله سبحانه وتعالى على أن الرزق بيده وحده وبأن الرزق محدد من الله ولكن الشيطان يدخل الخوف في قلوبنا حتى نتبع طريق الرزق الحرام إن الرزق كله بيد الله ينزله من السماء سواء كان هواء أو ماء أو نباتا أو غير ذلك كله ينزل من السماء ذلك إن الموجد هو الله سبحانه وتعالى بقي بعد ذلك أن نتحدث عن الرزق والحياة ورزق القيم وهذا ما سنتناوله في الأجزاء المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر